قال وزير المواصلات الإسرائيلي بيتساليل سموتريش خلال مؤتمر ديني إنه يرغب بتحويل إسرائيل إلى دولة شريعة يهودية الأمر الذي يرى به العلمانيون في إسرائيل تحولا لدولة إكراه ديني وهاجم رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفكدور لبرمان تصريحات سموتريش قائلا إنه لا فائدة من هذه التصريحات مبررا ذلك بسعيه لإقامة حكومة وحدة لبرالية موسعة دون أي حزب يحاول فرض دولة الشريعة التوراتية من جانبه رد المعسكر الديمقراطي على أقوال وزير المواصلات قائلا إن الخسارة في الانتخابات الوشيكة تعني السماحة لسموتريش بتحويل إسرائيل إلى دولة إكراه ديني مقابل الحصانة لنتنياهو